تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 140 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعمة وضبط ما يزيد عن 113 طن في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 10 أطنان من الأسمنت في مجال حجب مواد البناء